المزيد حول اتجاهات الدولار وما نترقبه في الأسواق في ظل الاجتماع الفيدرالي ينضم إلينا مباشرة من عمان رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكوتي جروب أهلا بك رائد ما رأيك بالحركة التي نراها على عوائد استندات وعلى الدولار هل تبالغ الأسواق في توقع الخفض بنصف النقطة المئوية بدلا من ربع النقطة المئوية حقيقة إلى درجة كبيرة جدا هناك ارتفاع كبير في احتمالية أن يكون هناك تقليص ب50 نقطة أساس الفيد ووتش تول كانت عمد فرجينا أنه احتمالية ب59% أن يكون الخفض ب50 نقطة أساس وهذا أمر أعتقد هو فيه مبالغة بعض الشيء من الأسواق لسوء البيانات التي صدرت من سوق العمل ولهجة الفيدرالي نعود ونتذكر مع بعض أن الفيدرالي الأمريكي كان متأخرا بعملية السايكل بتشديد سياسة النقدية وعملية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا بالتالي التوجه نحو تقليص كبير في أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس ذلك سيضع ضغوط إضافية على الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة وربما يخسر بسهولة أدوات يمكن أن يتحكم بها بطريقة تدريجية لأن الهبوط الناعم تحقق خصوصا نحن عم نشوف أنه على الرغم من سوق بيانات سوق العمل الأمريكي لا يزال التضخم بالقرب منه بالسادفات أو يتجه الاتجاه الأهداف وفي نفس الوقت باقي مفردات الناتج المحلي الإجمالي ومفردات الاقتصاد الكلي في الاقتصاد الأمريكي لا تزال إيجابية نثبية ليست بالسوء الذي قد يضطر الفيدرالي الأمريكي للتوجه نحو تقليص أسعار الفائدة دون مستويات 5% للوصول إلى 4.75% يعني فقدان 50 نقطة أساس بقرار واحد بالتالي ربما يكون القرار تدريجيا أكثر وهذا قد يسبب بعض الشيء خيبة أمل في السوق أنه 25 نقطة أساس ولكن مع إبقاء المجال مكتوح لمزيد من التقليصات في اجتماع نوفمبر ويناير القادم ربما الأسواق بنت على تصيحات بيل دادلي الذي قال أنه يجب الخفض ب50 نقطة أساس وهو الرقم الصعب في الاحتياط الفيدرالي برأيك أنه هل هذه إشارة مقصودة من الاحتياط الفيدرالي يريد تحضير الأسواق لهذا الخفض نحن لنا بخطابات جيروم باول السابقة ولنا بالسياقات التي كانت موضوعة في محاضر الاجتماعات السابقة في آخر اجتماع الفيدرالي كانت العبارة الأهم هي أنه حان الوقت جيروم باولا كده هذه العبارة حان الوقت لتغيير السياسة النقدية نحن باعتبار على أنه يعني نحن في أعلى مستويات أسعار الفايدة من 23 عاما وبدأ المسار الهبوطي في تقليص أسعار الفايدة ولكن هذا لا يعني أبدا أن يكون الأقدام على تقليص أسعار الفايدة بهذا الشكل خصوصا نفس الكلام أو نفس الأمر الذي كان يأخذ على أنه الفيدرالي الأمريكي كان يجب أن يقلص بـ 50 نقطة أساس إنما اكتفى بـ 25 نقطة أساس ومن ثم في منتصف مرحلة التشديد رفع بـ 50 نقطة أساس قصب معطيات الاقتصاد رائد يعني نقطتان ربما تستوقف هنا أولا في حال خفض بـ 50 نقطة إلى أي حد هذا سيرسل رسالة ذعر للأسواق أو رسالة قلق بأن الفيدرالي يعرف ما لا نعرفه عن حال الاقتصاد بالاتجاه السلبي أو بالمعنى السلبي هذه من ناحية ومن ناحية أخرى يعني في حال خفض بـ 50 نقطة أو في حال لم يخفض بـ 50 نقطة أساس إلى أي حد هذا سيكون بالنسبة للدولار يعني الدولار سعر أكثر من 25 نقطة أساس فبالتالي هذه التراجعات التي نرى على الدولار ربما يكون هناك بعض التراجع عنها ما رأيك؟ لا أعتقد ذلك في الشق الأول ربما أتفق معك في هذه النقطة إذا كان هناك تقليص بأسعار الفائدة بهذا الشكل الكبير فهو تماما تأكيد على أن الفدرالي يعلم شيء لا نعلمه أو يخشى شيء لا نعرفه وبالتالي ذلك ممكن أن يكون له آثار سلبية وممكن يرفع الفيكس والبانيك بوشر الفيكس بشكل أكبر ويزيد التذبذب بشكل أوسع لطاقا ويزيد العزوف عن المخاطرة بشكل وارد جدا وهذا قد لا يحتاجه ولا يريده الفدرالي الأمريكي بينما في الشق الثاني إذا ما كان هناك فعليا تقليص فقط بـ 25 نقطة أساس نحن لا نزال أمامنا مسار طويل من تقليص وتسهيل السياسة النقدية لا شك على كمسار أمريكي المرونة ولكننا نتحدث عن المدى القصير يتعلق بعوائد السندات ألا الانخفاضات تأتي بأسرع ببوطرة سريعة جدا إلى حد ما بشكل كبير جدا نعم السوق يسعر بشكل كبير جدا أن يكون في عنا تقليص لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس وذكرت أنه هذا فيه بعض المبالغة من قبل المستثمرين ونحن عم نشوف النزوح لملاذات أمينة مثل ارتفاعات الذهب القوية وغفاظ قوي في الدولار الأمريكي أمام معظم المضرائع بشكل واضح لكن على المدى القصير معطيات الاقتصاد حتى الآن التي صدرت نحن شفنا ارتفاع فقط مرة واحدة في معدلات البطالة إلى 4.3 ومن ثم تراجعها إلى 4.2 عدد الوظائف التي تم ضخها هي أقل من المتوقع في تقريرين لا يزال لدينا التضخم قريب من المستهدفات وينخفض بالاتجاه الهابط العديد من القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الأمريكي لا تزال تظهر بعض الإيجابية بالتالي التوجه نحو 50 نقطة أساس أعتقد ليس له المبررات الكافية من ناحية الماكرو ايكوناميكس التي نحن شفناها حتى الآن بالنسبة للاقتصاد الأمريكي طيب بالنسبة للذهب هل الأساسيات تبرر هذا السعر أو أنه تعطي مجالا لمزيد من الارتفاعات فوقات المستويات اقتربنا إلى 2.200 دولار باختصار له سمح يعني أرى أنه الذهب هو حق بمثل هذه الأسعار يعني كان هناك تأخر في الارتفاعات كثيرا ما توقعنا أن يكون في عنا هذا الموجة الآن نتيجة تكاتف مجموعة من الأحداث في آن معا الخفاض قوة الدولار الأمريكي المخاوف من الانتخابات الأمريكية التغيرات الجيوسياسية التي تحتضح العالم ساهمت مشكلة كبيرة جدا في دفع عجلة الذهب للارتفاعات ربما قريبين إلى 2.700 دولار للأنصة ولكن لا أرى بمبررات كبيرة إذا ما عادت تحفيز الأسواق مرة أخرى وارتفاعات أسواق لأسهم مرة أخرى أشكرك جزيلا شكر رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكوتي جروب ضيفنا من عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر